الزكاة الله أهلا لفت نظري في السؤال أن أخانا وصاحبه لم يكتب الدين بحيث أنه يوثق هذا يعني مر عليهم الآن خمس سنوات ونسي جميعا كم المبلغ الذي أخذ أصلا طبعا جانب جميل في أنه مصطلح على مبلغ معين وما زاد عنه فيبيح كل منه الآخر لكن سؤال عن أهمية أو تنبيه عن أهمية كتابة الدين درآن لما يحصل من الخصومات بسبب ذلك نعم عظيم الله عز وجل يقول وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْصَدُوا عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْمُمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَذْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا فالأساس المتين للقضاء والتقاضي هو قاعدة التوثيق عاصر الآن عن طريق الوسائط الإلكترونية كل هذا الحق عظيم وجميل وقد أولت هذا الدولة وفقها الله حناية عظيمة باب التوثيق ممثلة في وزارة العدل وكذلك أيضا في القطاعات الأخرى في التوثيق في توثيق البيع والشراء وأشياء كثيرة كلها صارت الآن تتم عن طريق وسائط إلكترونية عظيمة جدا فالمستحب للإنسان أن يبادل إلى التوثيق بل المستحب للدول أيضا أن تنجئ تشريعات تلزم بهذا التوثيق وليس اللزام معناه هو إسقاط الحقوق من لم يوثق فيسقط حقه لكن من لم يوثق يكون عليه غرامة إذا جاء وطالبه ولم يوثق يكون عليه غرامة مالية معينة هي أشبه بالعقوبة المحددة فيمتنع الناس عن الإهمال لأن الإهمال الحقيقة لهذه التوثيقات تكبد الدولة خسائر كبيرة جدا لا القاضي ولا مكتبه ولا أثاثه ولا الوزارة ولا العناية ولا الرعاية ولا الوزارات المساندة كوزارات المالية ووزارات الداخلية كل هؤلاء يساندون القاضي الحصول فيها فهناك القضية تبدل عليها الدولة مبالغ هائلة جدا لو حسبت كل التكاليف التي تتحمله القضية الواحدة وجدت أنها كبيرة جدا وربما أحيانا بعض القضايا تكلف الدولة 100 ألف ريال وهي في 50 ألف ريال لكن العدل ليس له ثمن لأن العدالة الحقيقة هي حفظ للدولة وحفظ للناس وهي متانة لا نقول أن هذا أقل وأكثر لكن نقول هناك تكاليف فيكون التوثيق غاية في الأهمية جدا ويجب أن يحسن أن يسعى إليه الناس ولا يهملوه وكذلك أيضا يحسن بالدولة أن توثق تنشئ تشريعات يكون لها دور في الإلزام بها من باب السياسة الشرعية جميل بدرة فضلين